اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين سلامي لكل الناس اللي بتتبعنا واللي بيشوفونا دلوقتي هنتكلم عن توقعات جديدة ومهمة جدا وخطيرة لسيدة التوقعات ليلة عبداللطيف اديكوا شفتوا توقعاتها ازاي تحققت الايام اللي فاتت بالزرزال الرهيب اللي حصل في تركيا وسوريا طبعا تعزينها لكل اهالي الضحايا وايضا نتمنى الشفاء العاجل لكل الناس المصابين ونتمنى ان هم يلاقيوا اكبر عدد ممكن من الناس خصوصا عمليات الانقاذ اللي شغالها دلوقتي هنفشل عطول في الموضوع ولكن بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وياريت نعمل لايك وشير لو عجبكم الفيديو ليلة عبداللطيف كانت لسه عاملة لقاء تقريبا من كم يوم على قناة الجديد وقالت مجموعة مهمة جدا من التوقعات منها انها شايفة جريمة اختيال حصلت في لبنان قبل كده وراح دحيتها شخصية قيادية بارزة هو افراد عائلته وقالت ان الجريمة دي شايفاها بتتكرر من جديد وبالطول شخصية سياسية بارزة وجميع افراد عائلته معاه وده على اراضي احد الدول العربية خلال مرحلة القادمة مش في لبنان موضوع ده مش في لبنان قالت كمان هتقوم السعودية تحت رعاية ولي العهد الامير محمد بن سلمان بانشاء مجمع جامعي ضخم وكبير جدا وغير مسبوك وذلك خلال السنوات القادمة او حتى الاشهر القادمة الله اعلم ومن هنا ارى طلاب الجامعات والدراسات او الاختصاصات العليا مش هيكونوا مضطرين ان هما عشان يحصلوا على التخصص او الشهادة او الدراسة ان هما يروحوا جامعات في امريكا او في اوروبا لان الجامعة دي هتكون من اهم الجامعات في العالم في المرحلة اللي جاية وهتستقبل كل الطلاب من جميع التواقف من جميع انحاء العالم وكمان في جميع الاختصاصات اما بقى بالنسبة للتوقعات الخطيرة خصوصا ايران ايران هيبقى لها نشاط مهم جدا الفترة اللي جاية قالت انها شايفة خروج صفن ايرانية حربية من المياه الاقليمية الايرانية مما سيسبب حالة من التركب والحذر في بعض دول العالم لما تخرج صفن حربية من المياه الاقليمية يعني راح حرب وربنا يستر كمان قالت ان شايفة طائرات ايرانية مسيرة بتحمل سواريخ جو وارد وبتستعد والهدف مجهول وشايفة دخان الاسود بيغطي المكان ولما تسألت على انهي دولة بالزبط الطائرات دي هتضربها قالت الله اعلم ولكن انا شايفة ان فيه طائرات مسيرة هتطلع وفيه درب وفيه دخان اسود بيغطي المكان كمان قالت ارى حصول اختيال عملية اختيال بتطال شخصية عراقية كبيرة جدا سياسية وبارزة للأسف الشديد وقالت برضو ان الطيران الحربي الايراني بيظهر بالاجواء بشكل مفاجئ وشايفة مضادات الكوات الايرانية بتساعد وتتصدى من الارض يعني من الواضح ان فيه حرب بره ايران وداخل ايران شايفين مع بعض الطيران وشايفين المسيرات وايضا السفن الحربية قالت كمان ان المرحلة اللي جاية ستشهد تطورات تؤدي الى تقارب سعودي ايراني والكلام ده هيحصل بشكل مفاجئ وهنا ارى امريكا بتستنفر والعدو الاسرائيل يتوعد ويهدد وايضا اجواء الحداد سنراها بتخيم على سماء دول الخليج للأسف وده بسبب رحيل شخصية خليجية بارزة ومرموقة خلال الفين تلاتة وعشرين وقالت شايفة تطورات ايجابية بتجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي وعدة دول عربية والتطورات دي هتخلينا نرجع تاني نشوف صورة حلوة للجامعة العربية بحضورها الفاعل والكبير وشايفة كمان ان تأثيرها يكبر خصوصا على القرارات العربية وده هيحصل بقيادة السعودية وقطر الاتفاق على سلامة وتأمين الحدود بين دول الخليج وبعد الدول العربية بخصوص خصوصا عمليات التهريب وده هيؤدي الى القضاء على جزء كبير من التهريب وصنات الممنوعات بكل انواع وايضا قالت شايفة الحدود في احد الدول هتكون مغلقة بسبب احداث طريقة وحرائق ولهب بيحاصر الناس بشكل مفاجئ فين وازاي الله اعلم وايضا قالت بشكل مفاجئ ومؤثر جدا سنرى زيارة للسيدة رغض صدام حسين الى العراق لحد سننا وهنشوف تعاطف واستقبال كبير من الشعب العراقي لهذه الزيارة المفاجئة قالت كمان ان سنة 23 و24 هي اعوام التغيير الكبير حول العالم وده بسبب حصول كوارث وصورات وانقلابات هتؤدي الى سقوط انظمة وحكومات في اكتر من دولة بالعالم كما سنشهد انتفاضات بتؤدي الى وقوع مأساة في الشوارع وخاصة مع اقتراب ازمة غزاء عالمية هيعاني منها الكثير من الدول وخاصة دول العالم التالت ربنا يسطر طبعا مش بس كده مش لازمة الغزاء او الحروب او الكوارث لكن كمان قالت ان الامراض والاوبئة تهدد المزيد من دول العالم في الثلاثة وعشرين واربعة وعشرين لذلك سنشهد العديد من المظاهرات الحشدة في معظم الدول اللي بتجر بارواح الناس من خلال الفساد وانهيار الاقتصاد بسبب نهب اموال الشعوب عشان كده بتقول هنشوف احتجاجات وغضب وصرخة عالية ضد اخذ اللقاحات في هذه الدول يعني الناس ستمتنع عن اخذ اللقاح منها لبنان ومنها دول عربية ودول اجنبية في موضوع كده كبير جدا في هذا الموضوع بالذات قالت كمان ان فرنسا هتكون امام اعلان حالة من حالات الطوارئ وفي العاصمة باريس وده بسبب حدث مؤسف وهنسمع عن مقتل او اختيال ملياردير بارز ومعروف في العالم وفي ظل ظروف غمضة مما سيؤدي لحدوث بلبلة عالمية وفي عيد الدول بالعالم انا الحقيقة جيه في دماغي اسم معرفش هي تقصد ولا لأ وانتوا كمان اللي جيه في دماغكم لما سمعتوا كلمة ملياردير بارز قالت كمان ليلة عبداللطيف ان بيشاهد العالم مشهد مؤسف وبالغ الخطورة وده هيحصل بسبب تفجيرات بتطال احد المستشفيات بالعالم مما يتعرض هذا المشفى الى اطلاق صواريخ يعني مش مجرد تفجير بس كمان هيبقى فيه اطلاق صواريخ من الجو على المستشفى دي وده هيؤدي الى هدم وتدمير هذه المستشفى وان الحدث ده يكون في دولة بتعاني من ويلات الحروب اصلا وهيتصدر الخبر كل وسائل الاعلام بالرغم من احنا شفنا اللي حصل في تركيا كان صعب جدا ولكن للأسف بينتظر اليابان ايضا سيناريو شبهه او سيناريو مؤسف اخر ده اللي قالته بالضبط ليلة عبداللطيف قالت ان اليابان بيشهد كرسة طبيعية بتهز اكتر المناطق اليابانية وبتؤدي لسقوط مئات الضحايا والجرحة ووسائل الاعلام وبنشوفها بتنقل حجم هذه الكرسة والاضرار الكبيرة ومشاهد الضحايا المؤسفة للغاية وايضا قالت ان الانظار والاعلام بيتجهوا الى كوكب المريخ لحدث مؤسف وهنشوف العالم في حالة من القلق والحذر وبعض دول العالم كمان بتتأهب لمواقبة هذا الحدث يطر هيكون ايه الله اعلم قالت ايضا ليلة عبداللطيف ان احنا هنشوف صدور قرار اوروبي وللمرة الاولى بيتعلق بفرد المزيد من العقوبات على الحرس الثور الايراني وارى ان ايران بترد بكوة وروسيا والصين في قلب الحدث ايضا اتكلمت ليلة عبداللطيف عن موجة السقيع او البرد وهي توقعت الموضوع ده من زمان وقالت ان هيحصل في موجة برد جديدة وتلج ونسها تموت من البرد مش بس في الدول العربية وكمان الدول الاجنبية ولكن الغريب في الموضوع ده هذا التوقع قالت ان شايف في موجة اخرى موجة برد او سقيع ستضرب عدد الدول العربية وهتسبب التهابات بالرئة يعني هيجي للناس التهاب رئوي قالت هتؤدي الى حصول عدد كبير من الوفيات للأسف بين الناس ومش بس الناس اللي هيتدرب بموسم السقيع دي او موجة السقيع دي قالت كمان هتكون مواسم الزراع امام ادرار كبير وخطر اكبر بسبب موجة السقيع القادمة وتساقط السلوك بغزارة في هذه الدول ده هيأثر طبعا على الزراع نفسها قالت ايضا ان شايف انه بيتعرض احد اكبر المصارف المشهورة في العالم لفضيحة كبيرة جدا سوف تؤدي هذه الفضيحة لكرسة مالية واقتصادية كبرى وخطيرة مما سيجعل هذا البنك الكبير او البنوك اللي تبع لي باعلان افلسهم والاقفال وايضا قالت شايف مشهد بعض السجون هيكون خالي من السجناء يعني كله هيهرب من السجن ده والابواب مشرعة وذلك من جراء حصول تضارب واشتباك على الطعام والمواد الغذائية ولما تسألت اني دول قالت الله اعلم ولكن الله يسطر على السجون اللبنانية وربنا بقى يسطرها وكل طبعا قالت ايضا ان العشاء الاخير بيشكل بداية النهاية للحرب بين روسيا واوكرانيا وهنا المفاجأة وايضا شايفة صور الرئيس الراحل معامر القذافي وصور سيف الاسلام هنشوفها بتنتشر وبتعم مناطق وشوارع ليبيا لحد سنة كما سنشهد مطالبات شعبية لحكومة الدبيبة لوقف استنزاف اموال الليبيين وكل هم على شفير الافلاس سيشعل الغضب والاحتجاجات في الشارع وبتقول كده اني شايفة او مازلت ارى حكومة تالتة بديلة عن الحكومتين يعني تقصد حكومة الدبيبة وحكومة بشاغة ولا دي ولا دي اللي تفضل موجودة في حكومة تالتة هتيجي وده هيكون قبل منتصف هذا العام دي كانت التوقعات الدولية اللي قالتها ليلة عبداللطيف والعربية اتمنى تكون التوقعات عجبتكم وقلت لكم كل حاجة هي قالتها بالزبط خصوصا من ناحية الدول العربية والاجنبية بنا يستر على الكل طبعا ودي توقعات ولا يعلم الغيب الا الله ولكن هي عندها موهبة الاحساس والالهام بالتوقع علشان كده هي اكتر واحدة يعني معروفة جدا في الدول العربية وخصوصا قالينا شفنا بعينينا انها خلت متوقعة الزلزال بتاع سوريا وتركيا مكانه بالزبط وقالت انها هيدرب احد الدول العربية وشايفة فيه خطر على تركيا وده اللي شفناه بعينينا وقدرتكم اتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس اشتركوا 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 عشان يوصل لكل الناس اشتركوا لكل الناس وتقدروا تتابعونا من كل مكان شفكو بخي اشتركوا في القناة